في غزة حيث يعيش السكان تحت الحصار ويواجهون الهجمات الإسرائيلية المتكررة تصبح الخيام مأوى مؤقتا للكثيرين ومع ذلك فإن الحياة اليومية داخل هذه الخيام تعكس الصمود والإرادة الفلسطينية وهي قصة يجب على العالم أن يسمعها وهو ما فعلته الفتاة الفلسطينية نور طلعة النجار من خلال توثيق حياتها اليومية من داخل خيام النازحين على حسابها بإنستغرام نرى الحياة من منظور فلسطيني حقيقي بعيدا عن العناوين الإخبارية والتقارير السياسية إنها تذكير بأن وراء كل خيمة هناك عائلة تسعى للبقاء والعيش بكرامة لنشاهد بلس يومنا اليوم وأحنا قاعدين أنا وماما وقدر عباب الخيمة من الحر بعدين خيمة أهلي وجعت وبابا قاعد يصلح فيها لأحد ما عملها وثبتها وجارتنا الغالية بعثت لي منقوشة زحتر أفطر فيها عاملها عفر نطيح من الحر ماما عبت الدرج اللي جبناه من تحت البيت مية لقدر وخلتها تلعب فيه والتنمية بعثت لكل حدا فينا ورقا يعبيها للكابونات وبابا عزمني عبرد بيشفه كل إشي إلا البرد هو عبارة عن مية وسبغة بس يلا منيح بيخفف عنا شوي دايم العالمي بابا معودنا أنه يأكلنا بأيدينا لما بيعمل شيء وجارنا جاب لي كاسة شاي سخنا على النار بتجنن وهان أنا قاعدت أتحدث أنا وجارتنا الختيارة كلام بجنن قديش بحبوني الختيارة بالمخيم بدعولي دايما كل ما يشوفوني بيسوعوني كلام حلو بجنن وبرفع الراس وهان كنت قتناقش أنا وخالي والختيارة دخلت وألت له ممنوع حد يقرب مني طول ما أنا بحميتها يا الله قديش بحب الختيارات اللي بذكروني بتاتها وجارتنا بالمخيم عزمتني على قاعدة عندها بالخيمة يا الله ما أحلى وما أنظف خيمتها قديش إحنا شعب بالرغم من كل إشي أنيق تعالوا شوفوا معايا جمال الخيمة وشوفوا كيف تصفتتها للصحون حتى المطبخ مرصصا بطريقة كتير حلوة طريقة كتير جزابة عن جد إنه إحنا شعب بحب يصنع الحياة من ولا إشي وبنحب دايما نظفتنا تكون يمبينة قدام الناس وحتى بيننا وبين حالنا وهان دخلت على غرفتها واتطلعوا عام لجانب لتعليق الأواعي زي ما تحكوا غرفة غيرات على القاتل شوفوا لجمال المنتجات الفلسطينية هدول بنات مخيمنا وهدول أولاد مخيمنا هما بيستمنوا المية الحلوة وهاي البنوتة المضيرة يجب أن تتكلم